سؤال كمان لو وحدة ستتزوج بدون مشورة أبيها ولا تعترف به في حياتها هل يصح ذلك شرعا؟ لأ هي مسألة الولي في عقد الزواج من المسائل المختلفة فيها بين الفقهاء لكن هنبدأ بالراجح ما قاله الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية له أبو يوسف محمد بن الحسم قالوا لابد من الولي طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عتل يعني أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه وقال المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها الظاهرية قالوا الثيب تزوج نفسها لكن البكر لا بد لها من ولي طبعا إحنا خروجا من الخلاف إحنا طبعا مجتمع شرقي بالدرجة الأولى بنقول أن على الأقل يكون الأهل على علم لأن ذا عرضهم وشرفهم طبعا فإنما زي أن البنت هنا أو المرأة يعني أو الأنسة تطوح بمشورة الأب دي أولا قطيعة رحم واستهانا بحقه لأن من حقه أن عرضه يصان وأن يكون على علم يعني حتى إذا كان يا أخي في عفوا الإماء وإن كان دا تلغى لكن الحكم ساري لأن حكم قرآني فانكحوهن بإذن أهلهن فما بالك بالحر الله فما بالك بالحر فلا إحنا بنا نصح لابد أنها إحنا بيج بنقول هنا أن الأب يكون ليه وليه تستبداد ولكن هو ينقل الرضا والاقتناع من ابنته في مجلس العقل ليحفظ كرامة الأسرة وكرامة العائلة وتكون الأمور في وضح النهار وله علي حق النصح أنا أبوكي خايف عليك دا لازم مش أشالحاج نعم مولانا نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة إلى أن نلتقي بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي كده كان لنا العمر أول إن شاء الله يا ربي بمشاعة الله بمشاعة الله ربنا أخبرنا كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر